كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يهدي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على إمام النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذه الرؤية جاءتني منذ يوم واحد يقول الرائي أحد أقاربي رأى أنه في مكان أبيض تدخله خيوط أشعة الشمس من كل مكان وكان المكان مريح جدا وشكله جميل وكان يلبس ملابس بيضاء فرأى امرأة كبيرة في السن ومنقبة كلها مغطى بالحجاب والنقاب الأسود ما في شيء يظهر منها وهو حسن وهو حس أنها من السعودية يقصد المرأة فقالت له إن المسلمين يمرون الآن في أسوأ الأحوال ولكن السنة القادمة سيتغير حالهم إلى الأفضل فرفع يده ودعا للمسلمين بالتوفيق انتهت الرؤية تأويل هذه الرؤية المكان الأبيض في الرؤية هو رمز وإشارة إلى أن هذا المكان له مكانة كبيرة مرموقة في قلوب المسلمين ونظنه أنه مكة لأننا سنعرف بعد قليل أن الرجل ظن أن المرأة التي رآها من السعودية أي من أرض الحجاز من مكة هذا المكان يدخله شعاع الشمس من كل مكان وهو رمز وإشارة إلى أن هذا المكان ينتظر ظهور حاكم له هيبة وقوة ومنع وسلطان وكان المكان مريح وشكله جميل ولملاه وهو مكة وكان يلبس ملابس بيضاء والملابس البيضاء إشارة إلى الراحة البال والطمأنينة التي ينتظرها الناس والمرأة الكبيرة في السن هي إشارة لأحداث النهاية التي تقترب رويدا رويدا ورؤية المرأة أنها منقبة إشارة إلى عودة الدين في الفترة المقبلة وقول الرائي أنها من السعودية إشارة إلى أن الأحداث القادمة أحداث النهاية سيكون مقرها ومعقلها في السعودية وبالتحديد في مكة والمدينة وقول المرأة العجوز المنقبة أن الأمة الإسلامية الآن في أسوأ الأحوال وهذا مشاهد وقولها أن السنة القادمة سيتغير حالهم إلى الأفضل هي بشارة خير لربما تكون هذه الرؤية بشرة خير بتحسن أحوال المسلمين وظهور المهدي في العام القادم طبعا الرؤى لا يستنبت منها أحكام شرعية يعني ما نقدرش نقول أن الرؤية دي يفهم منها أن المهدي هي ظهر العام القادم طيب نقدر نقول إيه نستطيع أن نقول أنها بشارة خير وندعو الله أن تكون هذه الرؤية صادقة وحق وتتحقق بإذن الله في العام القادم وهذه رؤية أخرى والرأي من الأردن يقول رأيت في العام الحالي قبة الصخر وأنا في اليقظة بشكلها الطبيعي وحجمها في السماء هي بشارة خير على أحداث قادمة قريبة بإذن الله في المسجد الأقصى لعلها تكون تحرير الأقصى الأسير استبشروا فإن الهدف من الرؤى هو بشارة الخير وهذه رؤية أخرى والرأية من مصر تقول رأيت قبل الفجر اليوم رؤية عن فلسطين رأيت الناس واقفون عليهم أثار هدم وتراب على ملابسهم والذوع يسيطر على الجميع يقولون حدث شيء بالمسجد الأقصى كبير وتبعه زلزال لكنهم لا يعرفون ما هو يقولون أنه حدث شيء كبير في المسجد الحرام في نفس الوقت وزلزال أيضا ويقولون أن من أحدث الشيء في المسجد الأقصى مسلمون لصالح اليهود وأن من فعل هذا الشيء في المسجد الحرام أيضا مسلمون ولصالح اليهود والناس في فلسطين يقولون ما بقى من المسلث الذي يريده اليهود غير المسجد النبوي تأويل هذه الرؤية هذه الرؤية تتكلم عن محاولات مستمرة لهدم المسجد الأقصى هي لا تعد كونها مجرد محاولات والحدث الذي في المسجد الأقصى الانتفاضة التي تتبع محاولات هدم المسجد الأقصى في كل مرة أما في المسجد الحرام الشيء الكبير الذي يحدث والزلزال ويقولون أيضا أن من أحدث ذلك مسلمون لصالح اليهود فهي تفسر لا بمعنى الزلزال ولكن تفصل بمعنى العمالة هذا والله أعلم وهذه رؤية أخرى لنفس الرائية تقول منذ عدة أشهر رأيت أيضا طائرات حربية تحلق فوق السحاب يخرج منها اثنان يحملان استوانا بها غاز يرشونها فوق السحاب لتسير مع السحاب وفعلا بدأت تنزل على الناس فمنهم من سقط ميتا ومنهم من أغشي عليه ومنهم من تأثر ومنهم لم يتأثر وفجأة ذهب السحاب إلى إسرائيل تأويل هذه الرؤية هو ما حدث فعلا لاحظ أن الرائية رأت هذه الرؤية تقول منذ عدة شهور هو ما حدث فعلا عندما ألقى اليهود غاز الكيمتريل على أرض غزة فتحققت هذه الرؤية كما قالت الرائية وهذه رؤية أخرى والرائية من نصر يقول رأيت منذ فترة كأن مجموعة من اليهود متجمعين على شخص فلسطيني وأنا رأيته فقمت إليهم كل من أرى من اليهود أقتله حتى رآني مجموعة من العرب وظلوا يقتلوا معي اليهود والله على ما أقول شهيد تتوالى البشريات فهذه بشارة لاحظ أن الرائي من نصر وأن من سعده في قتال اليهود مجموعة من العرب قريبا وحدة العرب والمسلمين على قتال اليهود بإذن الله ونظن أن هذا الزمن زمان المهدي وحدة المسلمين تكون إن شاء الله في زمان المهدي ونتمنى قبل ذلك وهذه رؤيا أخرى يقول الرائي شخص رأى أن الكعبة يخرج من فوقها دخان أسود شديد السواد فقلبه لم يتحمل ومشى يجري ليطفئها فأوقفه شيخ كبير ذو لحية بيضاء كأنه نبي عليه الوقار والحكمة قال له لا تخف ولا تجزع سيأتي رجل من خيرة العرب ويطفئها تأويل هذه الرؤيا الكعبة يخرج من فوقها دخان أسود شديد السواد كسرة الفتن المحيطة بالكعبة كسرة المخالفات المحيطة بالكعبة وقول الرائي أن قلبه لم يتحمل من شدة الفتن ومشى يجري يحاول أن يطفئها معناها إنكار المسلمين على ما يرونه من مخالفات واضحة جدا لا تحتاج إلى تأويل أو إلى أعذار والشيخ الكبير ذو اللحية البيضاء هي بشارة الخير أنه سيأتي رجل من خيرة العرب وهو الإمام المهدي وتنطفئ على يديه المخالفات ويعود الأمر إلى ما كان من خير كثير نكتفي بهذا القدر ونلقاق من شاء الله غدا سلام الله عليكم ورحمته